ما زال إقرار قانون الموازنة العامة في مجلس النواب يثير الكثير من الجدل بين المراقبين والمواطنين وسط اتهامات لمقاطعي جلسة المناقشة بالمسؤولية عن تمريرها النائبان موسى الوحش وطارق خوري عرضا خلال حلقة نبض البلد يوم أمس وجهات نظر مختلفة حول ظروف إقرار القانون جدوى المشاركة وموقف المقاطعة وملبسات التصويت محاور جدلية حملها نقاش ساخن حول إقرار قانون الموازنة العامة ملبسات النقاش والتصويت وما بعد الإقرار النائب طارق خوري حمل النواب المقاطعين المسؤولية عن تمرير الموازنة مشيرا بأصبع الاتهام مباشرة إلى أعضاء كتلة الإصلاح وأنا برجع بلوم الحركة الإسلامية بهذه الموازنة وإقرارها ليش؟ احنا حكينا بالأعداد 41 من المية وخمسة رفضوا الموازنة الباقين في منهم استكفى بالمذكرة لأنه حقق منها نحكي المزبوط 70% ناشي نحكي يعني حد أدنى حقق منها 70% المذكرة فينا استكفوا من النواب وفيه 16 قاطعوا لو 16 القاطعوا كان 41 و16 57 و58 كان 57 استطاعوا الحركة الإسلامية واثنين من زملائهم يزيدوا العدد كان هذه الموازنة كانت مؤهلة قانون الموازنة أنه يرد عضو كتلة الإصلاح النائب موسى الوحش رفض الاتهامات بالهروب أو عقد صفقة مع الحكومة معتبيرا إجراء تعليق حضور الجلسات ممارسة سياسية مشروعة لا صفقات ولا قرار قرار كتلة قرار ما أحد تدخل فيه على الإطلاق وكان قرار يوم السبت يوم الثلاثاء لم نجتمع يوم السبت كان اجتماعنا وكان القرار يوم السبت موضوع صفقة يا أخي أبو سامي إذا عندي اسم واحد تعطي مصداقية للكلام النائب خوري تساءل عن غياب التنصيق بين الموقعين على المذكرة النيابية التي رهنت إقرار الموازنة بتراجع الحكومة عن قرارات محددة متعلقة برفع الأسعار هل لما قرروا مقاطعة الجلسة أخذوا قرار حركة إسلامية أم قررواها لوحدهم إحنا إذا ما نحكي الواقع بلغة الأرقام لو حضر 14 الحركة الإسلامية مع الزميلين محمد الرياطي وصداح الحباشنة كان 16 كان صار 57 إلى 58 النائب الوحش أشار إلى أن تعديلات اللجنة المالية على مشروع قانون الموازنة كان من شأنها تخفيض قيمة الدعم المقرر للمواطنين هذا القرار قرار اللجنة المالية سيخفض المبلغ أصلاً لأنه سيزيد من الشريحة التي تعطى النقد فالآن نحن حالياً بهذا الوضع الحالي أربع قروش بطلالة الواحد يومياً النقاش الذي تطرق إلى سمعة مجلس النواب أمام الرأي العام ومخرجات قوانين الانتخاب المعمول بها أبقى الجدل مفتوحاً حول قدرة المجلس على الاطلاع بدوره التشريعي إلى جانب الدور الرقابي الذي بات المهمة المقبلة لمتابعة آلية تنفيذ الموازنة المقرة